أشهد رئيس البرلمان العربي عدل العسومي بالجهود الحهيثة التي يبذلها الرئيس السيسي من أجل توحيد الجهود العالمية للتعامل مع قضية تغير المناخ جاء ذلك خلال انطلاق الجلسة العامة للبرلمان العربي وذلك بمقر الأمنة العامة لجامعة الدول العربية بعد نحو شهر من الآن سوف تكون جمهورية مصر العربية مقصدا لكل دول العالم من خلال استضافتها حدث عالمي كبير وهو مؤتمر الأمم المتحدة المناخ وفي هذا السياق نثمن الجهود الحثيثة التي يبذلها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية من أجل تنسيق وتوحيد الجهود العالمية تجاه قضية تغير المناخ والتي تمثل أولوية ملحة لكل دول العالم ولا شك أن استضافة مصر لهذا الحدث العالمي الهام هو مصدر فخر واعتزاز لكل عربي من محيط إلى الخليج